السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية بعنوان ولدي يقول ربنا في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالأولاد هم بهجة الحياة وزينتها وهم يصنعون البسمة في قلوبنا ولدينا اليوم درس جميل بعنوان ولدي للشاري الفلسطيني عبد الكريم الكرمي يتحدث فيه عن حب الأبي لولدي الآن عزائي الطلاب سنقوم بقراءة نص قصيدة ولدي أنت الهوى يا ولدي يا نفحة الزهر الندي يا حلم الماضي ويا عرس الأمان في غدي بني أنت من دمي وقطعة من كبدي نزعت من دربك أشواك الزمان الأنكدي يا ليتني أدفن آلام الحياة بيدي حتى تروح فوق أزهار الربى وتغتدي لكي أرى محررا للوطن المستعبدي قلت مورخا غدا هذا السعيد ولدي ورد في النص مفردات جديدة تحتاج إلى الشرح فما معنى نفحة الأنكدي الربى مورخا نفحة رائحة عطرة الأنكدي الصعب الربى مرتفع من الأرض مورخا كاتب التاريخ الأفكار الرئيسية في المقطع الأول يخاطب الشاعر ابنه بأنه حبه ويشبهه بالوردة الفواحة وأنه حب أبيه في الطفولة وحبه في المستقبل فهو قطعة من جسده أما في المقطع الثاني فيبين الشاعر جهود الأبي في إزالة الصعوبات من طريق ابنه كي ينعم ولده بحياة آمنة سعيدة أما في المقطع الثالث والأخير فيبين الشاعر تفاؤل الأبي بابنه في أن يراه محررا لوطنه المحتل حتى يدونه المورخون في تاريخ سجلاته ثني الكلمات الآتية ثم جمعها مورخ مورخان مورخون نغمة نغمتان أنغام كبد كبدان أكباد قال حطان بن المعلى وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض دل من النص على البيت الذي يلتقي معناه ومعنى البيت السابق البيت الثالث بني أنت من دمي وقطعة من كبدي وهكذا عزيزي الطلاب يكون درسنا قد انتهى أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى اللقاء في دروس أخرى من مادة اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا